أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منعج سلف الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أيها الأحبة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه يا الله أبواب الرزق في السماء مفتحة تجد أن الله جل وعلا يرزقك العافية من باب وباب يرزقك فيه الرزق وباب يرزقك فيه المال يرزقك فيه الصحة يرزقك فيه الهداية يرزقك فيه بر الأولاد بر البنات بر الأبناء يرزقك فيه صلة الأرحام باب يرزقك فيه التوبة باب يرزقك فيه الهداية باب يرزقك فيه البركة وهل مجراء فتصيب الذنب الواحد ذنب أنت تراه صغيرا جدا ولكن هذا الذنب أغلق عليك هذا الباب الآن وتصيب ذنبا آخرا فيغلق عليك بابا آخرا أهل مجراء أيها الأحبة إننا نعبد ربا اسمه التواب التواب الرحيم الغافر الغفور الغفار جل جلال وتقدست أسماؤه يقول في كتابه في سورة النساء والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله يحب التوبة من عباده الله يحب منك أن تتوب إليه أن تفتح الصفحة معه كل أبواب الجنة مغلقة طول العام إلا بابا واحدا لا يمكن أن يغلق إنه أوسع الأبواب وأجمل الأبواب وأعظم الأبواب باب التوبة إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه التوبة وما أدراك ما التوبة حياء عاصم وبكاء دائم ندم على ما فات واستقبال لما هو آت خلع ثياب الجفا ولبسه لباس وفاء التوبة إلى الله هي الأمر الذي يحبه الله ينادي عباده فيقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يا الله في سورة النساء يفتح بابا للرجاء عظيم لك ولك ولي وللناس أجمعين لكل من يسمع هذا المقطع الصغير أقول له يقول الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يا الله إنه الله إنه الله من الذي يقبل التوبة الله ينادي في أعظم آية عند أكثر أهل العلم من آيات الرجاء أعظم آية في الرجاء في فتح باب التوبة إياك 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 وإياك إياك أن تظن أو تظن أن الله لا يغفر لك لا مهما بلغت ذنوبك مهما بلغت سيئاتك الله غفور الله غفور الله غفور الله غفور الله غافر غافر الذب وقابل التوب يقول جل وعلا ويناديك يا عبد يا عبد مملوكا لله جل جلاله يناديك الله فيقول قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم يقول لك لي ولك وللناس أجمعين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ارجع ارتح صفحة جديدة لا تظن أنك إذا تبت أنك لا ترجع إلى المعاصي أبدا تب وستخطئ ثم ارجع وتب وستخطئ ثم ارجع وتب وستخطئ إن الجنة للأوابين والأواب هو الذي كلما أخطأ رجع وتاب وأناب يقول الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب لكل أواب الحفير من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب في النهاية أقول يا هذا يا من عدا يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم انصرف أبشر 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 بقول الله في تنزيله إن ينتهو يغفر لهم ما قد سلف اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا رب العالمين وارحمنا برحمتك اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعانى على نشره اللهم فغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من التوابين وأجب دعوتنا أجمعين وكل من قال آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته